اهلا بكم الى موجز اخبار الان سقط عدد من القتلى والجرحى في احدى عشرة غارة جوية شنتها طائرات النظام على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي كما استهدفت الغارات عددا من المدن والبلدات في ريفي حلب الشمالي والغربي واكد ناشطون ان خمس طائرات روسية تناوبت على قصف مدن حريتان وغندان وحيان وبلدات المنصورة وكفرناها وبلدات اخرى محدثة دمارا واسعا في المناطق المستهدفة اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في سوريا باولو بينيرو لمجلس الامن الدولي ان مدينة خانشخون تعرضت في الرابع من نيسان ابريل الجاري لسلسلة ضربات جوية تزامنت مع اطلاق غاز السارين من دون ان يحدد الجهة التي نفذت الضربات وذكر الرئيس لجنة تقصي الحقائق في سوريا ان ضربات جوية اخرى استهدفت منشأة طبية كانت تعالج او كان يعالج فيها ضحايا الهجوم السابق في وقت لاحق من اليوم ذاته مشيرا الى ان لجنة التحقيق تواصل التدقيق في جميع الفرضيات وهي كثيرة على حد قوله حررت القوات الامنية العراقية مناطق جديدة غرب الموصل وقتلت عددا من مسلحي داعش وقال قائد عمليات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الرقن عبدالوهاب الساعدي نعنصر جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من تحرير حي الصحة الاولى والثانية بالجزء الغربي من الساحل الايمن لمدينة الموصل وقتلت خمسة عشر مسلحا ودمرت عددا من الاسلحة نفذت مروحيات تابعة للتحالف العربي عملية اسناد جوي لقوات مكافحة الارهاب التابعة للجيش اليمني التي اعتقلت عددا من العناصر والقيادات الكبيرة لتنظيم القاعدة في وادي عدم بحضر موت وهم من جنسيات مختلفة ابرزهم احمد سعيد عوض بارحمة الملقب بالزرقاوي وذلك في منطقة الطويلة بمدينة المكلة وبحسب بيان لقيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن فقد نتج عن العملية احباط المخططات الارهابية عبر مصادرة معدات واليات واسلحة متنوعة كانت معدة او معدة لتنفيذ عمليات ارهابية في عدد من المناطق في حضر موت قال متحدث باسم الشركة المشغلة لسكاق الحديد الفرنسية ان رجلا يحمل سكينا هدد الشرطة عند محطة جاردينورد للقطارات في باريس مما اثرت ذعر قبل ان يجرى الاعتقال واضف المتحدث ان الرجل اقترب من رجال الشرطة الذين كانوا في دورية بالمحطة وانه صعى لامر بالانبطاح ارضا قبل اعتقاله اشتركوا في القناة